نيجي بقى برده أنا لسه في قصة المعجلز عشان دي بتفرق معايا جد انت كمدرب لفريق لما ييجي حد يقولك كابتن يوسف مش أهلي وزمالك بقى انت مش بتضرب فرق أهلي وزمالك بتضرب مثلا فرقة في منتصف الجدوى أو فرقة من اللي بينفسه في المربع الزعبي ويحد يقولك معلش كابتن محمد انت عندك مطش بعد 4 ايام احنا عطينا لك مطش بعد 4 ايام مش كربت انت الحاجات دي أو عدت عليك يا انا بتعدي اه طب بتعدي بتعدي واوقات بيحصل تغيير كمان في المواعيد يعني غير الايام والمواعيد اشرح بقى للناس دي صعوبتها ايه عشان الناس بفاكرة تقولك ايه عمو قالولك قبلها باربع خمس سيام احنا غيرنا لك مطش ايه مش كلا انت عامل أزمة ليه اقول لا هي هي انت خلي بالك دي مش حاجة سهلة ايوة سهلة ليه بقى مش حاجة سهلة لان اولا انت تغيير اليوم ده بيفرق معاك على المطش اللي بعده دي رقم واحد رقم اتنين بيفرق معاك في الحجزات بتاعتك رقم تلاتة بيفرق معاك في الاحمال اللي انت بتشتغل بيها في الترتيبات بتاعتك لو انت كنت عامل مباراة ودية وبعدين فاهم ان انت هتلعب يوم كذا وبعدين بصيت لقيت المطش تأجل تلات اربع تيام طب ما انا كنت أجلت بقى المباراة الودية دي لان انت بتيجي تعمل المباراة بتاعتك بتاخد كاونت دون بتشوف انا هلعب انت رسمي وبعدين ارجع عامل الجدول بتاعي والبروجرام بتاعي فلما بيجي انت المعهد المباراة رسميه ده بيتأجل تلات اربع تيام او يجي قبلها بتلات اربع تيام يقولك انت هتلعب مثلا يوم كذا دي مش يعني بتبرج للدنيا صحيح كمان اداريا بتبواصلك حجوزاتك لان انت عارف طبعا الاداريين بيحجزوا الفنادق وبيحجزوا الارتباطات كلها وذا كان عنده يعني حاجات كتيرة اشتركوا في القناة